يعني ما أسباب هذه الشكوك الآن في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران بعدما كان سابقا الحديث عن التوصل إلى اتفاق وشيك جدا وبدأت المؤشرات إيجابية ما الذي تغير الآن لينقلب المشهد تحية لك وتحية لضيفك الدكتور غريب ولمتابعين لا هو كانت المفاوضات في الفترة الأخيرة يعني ما قبل الخاتمة الأخيرة كانت تسير سيرا إيجابيا وكان كل أطراف كما تذكرون يؤكدون على أن الأجواء تسير بإيجابية هذه الإيجابية كانت مرتبطة بالخطوط العامة للبحوث التي كانت يناقشها المفاوضون في فيينا وهذه التي عادة لا يكون خلاف عليها ولكن عندما تأتي الأمور إلى البحث في التفاصيل الدقيقة في في القضية ونصل إلى الخطوط الحمراء فعند ذلك تحدث الخلافات هذا تحديدا ما حصل ما حصل أنه كان هناك وصلت الأمور إلى مرحلة من إعداد مسودة اتفاق بين الأطراف كانت هناك بعض النقاط التي تعتبرها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي خطوط حمراء أصبحت معروفة هذه الخطوط الحمراء لا داعي للحديث عنها ففوجئ المفاوض الإيراني بحسب المعلمات والمعطيات بأن الأمريكيون بدأوا ينقلبون على مواقفهم وبدأوا يضعون شروطا ويضعون مطالب إضافية على سبيل المثال مثلا موضوع عدم الأخذ الثأر لشهيد قاسم سليماني هذا الأمر لم يكن موجودا كان النقاط يحصل على أنه يرفع الحرس السوري عن لائحة الأرهاب أو لائحة السوداء الأمريكية وبالتالي بعد ذلك تكون الأمور قد وصلت إلى خواتيمها الإيجابية وانتهى الموضوع وبدأ تطبيق الاتفاق لكن عندما فرد هذا الشرط وأيضا هناك تراجع عن بعض الأمور الأخرى أنه نحن لا نستطيع أن نعطي ضمانات حتى موضوع الضمانات وصلت المرحلة النهائية أن الأمريكي قال أنه نحن لا نستطيع أن نعطي ضمانات مكتوبة يمكن أن نعطيكم ضمانات شفاهية يعني كثير من الأمور فعند ذلك وهذا ما يشهد به الأطراف الأخرى في الاتفاق الأوروبيين والروس والصينيين بأن إيران بدأت تقدم هي اقتراحات لإنقاذ الاتفاق النووي وإنقاذ المفاوضات ولكن وصلت الأمور إلى طريق مزدود حتى الآن وبالتالي القرى في ملعب الأمريكي إذا أراد الأمريكي أن ينقذ المفاوضات يمكن أن يتخذ القرار ويرفع الحرس السوري عن لائحة الإرهاب وبالتالي يمكن أن تسير الأمور كما يجب ولكن التهديد أنا بالتقديري لن يؤدي إلى نتائج